كما نقول ربنا إدى للأنسة سلاح قاتل جدا وهو سلاح الإغراء مين بقى الرجال اللي بتضعف قوي قدام السلاح ده بصراحة ومن غير كده مبالغة أو مجاملة كل الرجال بتضعف قدام الإغراء ولكن الموضوع بدرجات زي مثلا لما نقول من الرجال اللي بتضعف قدام الأنسة الرومانسية أكيد رجل يدلو عفوا يختلف عن رجل الحوت وهكذا يلا بنا برحب أجمل ناس في الدنيا وبعد وعلى اللي مشتركش في القناة أنه يشترك وجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه كل حد يتوقع كده معانا وحد أسكى ولنا المركز الأول هيكون مين ويكتب لنا في التعليقات لأننا مدمن على قراءة تعليقاتكم وفي المركز الاثناشر حد توقع هو رجل برج العزراء إذن أقل الرجال مقارنة ببعضها تأثرا أمام الأنسة أو أمام إغراء الأنسة وكلنا فاهمين طبعا يعني إغراء هو رجل برج العزراء ومش معنى كده أنه هو ما بيتأثرش ولكن هو أقلهم أعلم أنه في المركز الاثناشر هو رجل الجدي الطرابي من ده لي ده دايما بقول يا قلبي لا تحزن هتبزيلي مجهود كبير قوي على ما تبدأي أن أنت تخلهم يضعفوا يعني قدام إغراءك والشلق الجاي جاي ليك أكيد دي حاجة ما فيهش منها يعني مهرب هنعلى ونوصل للرجل اللي في المركز العاشر عشان يبقى السلاسي دول هم أكتر ثلاث رجال ما بتضعفش مقارنة بغيرهم قدام المرأة وهو رجل الدلو الهوائي نفس الفلسفة ونفس الكلام وإن كان العزراء والجدي يعني أقوى منه أصلب منه مسكين نفسهم عنه في الموضوع ده ولكن بدأنا بقى نخش في الجد ورجل الدلو احنا اتفقنا من البداية أن كل الرجال عندها نسبة كبيرة من الضعف ولكن مين يسبق مين مين سنة سابع مين الدلو في العاشر هنخش كده في منطقة وسطة وياريت لو شايفية الحلقة حلوة يعني عجبتكم نضغط لايك ونشار على قد ما نقدر توصل لأصدقائنا القوس في أول برج يعتبر أو أول رجل من الأبراج يعتبر في منطقة وسطة معانا في حلقة النهاردة بيضعف ولكن مش زي طبعا اللي في المركز الثامن برج الطور الطرابي برج الطور الطرابي رغم ما تعرفه أنت عنه من صفات إلا أن احنا بدأنا نخش في الجد وجد الجد مع برج الطور ولكن لسه ما دخلناش في رباعي خط النار الأربعة برجل اللي بتتصدر التصنيف والترتيب في حلقة النهاردة إذن مركز معقول المركز التامي اللي برج الطور ورجل آخر أكثر ضعفا من الرجال دي وأقل ضعفا من اللاهيج وبعد كده ألا وهو رجل العقرب المائي اللي بيحتل المركز السابع هنبدأ نخش في الجد قوي بقى ونلمس موضوع حلقتنا قوي من أول برج الحبيب اللي مشرفني النهاردة في المركز السادس وهو يميل بشدة لرباعي خط النار رجل الحمل على رغب ما تعرفه إلا أنه هو ده في الظاهر بس ده عامل بس أنه هو ما بيضعفش إنما هو من جوا بيتقطع صدقوني يعني عشان كده بيجي معانا يؤتبر يميل لأبراج القمة وبيجي معانا في المركز السادس ولكن في المركز الخامس في رجل أكثر ضعفا من برج الحمل ومن الرجال دي كلها حد توقع هو رجل برج الميزان الهوائي دخلنا وبدأنا ندخل في صلب موضوع حلقتنا من أكثر الرجال اللي تتأثر بالموضوع ده وما تمسكش نفسها وهو رجل يبان عليه أوي ورجل الحمل يبان عليه أوي العقرب ما يبانش عليه أوي ورجال القمة كلها بيبان عليها أوي وبتصعب علينا أوي من كتر ضعفها وتأثرها تصعب عليك أنت يعني وتقول مسكين يا حول الله دلوقتي بقى دخلين على رباع خط النار في حلقة النهاردة اللي هم أساس موضوع حلقتنا في المركز الرابح هللاقي رجل مائي آخر وهو رجل السرطان المائي اللي بييجي معنا في المركز الرابح حاجز لنفسه طبعا مركز متقدم جدا ولا عجب أن أنت تتأكد أن في علم الفلك هو من أكتر الرجال اللي ممكن تضعف قدام حاجة زي كده وما تمسكش نفسها إطلاقا وإلا ما كانش ييجي معنا مع الأربع رجال الأوائل ولكن في رجل يعني بيضعف أكتر من رجل السرطان وبيضعف أكتر من الرجال دي كلها في رجل بييجي في المركز الثالث وما أدراكم بالمركز الثالث فحلقة زي دي هو رجل برج الحوت المائي يصنف من أكثر رجال الأبراج اللي ممكن تضعف قدام حاجة زي كده اللي ممكن تستسلم ترفع الرايا البيضة وتقول خلاص تبت وجبت أخري إذا كان ده حال اللي في المركز الثالث فما بالكم اللي حال أو ما بالكم بقى بحال الرجل اللي في المركز الثاني اللي بيغدع جدا جدا بالمظاهر واللي السريع اللي اشتعال جدا أو السريع التأثير عليه جدا هو برج الأسد الناري اللي بييجي معنا في المركز الثاني رجل الأسد من أشد رجال الأبراج اللي ممكن تضعف قدام حاجة زي كده وإلا ما كانش يجي معنا في المركز الثاني ويجيب كل اللي عنده دفعة واحدة ما عندوش أي مشكلة ده سلاح قاتل على برج الأسد زي ما هو قاتل جدا على رجال القمة تحديدا متصدر بقى التصنيف والترتيب أكتر رجل في الرجال كلها بيضعف قدام حاجة زي دي هو رجل برج الجوزاء الهوائي ما فيهاش كلام وما فيهاش نقاش بيحتل وبيتصدر المركز الأول فحلية النهار ده عشان ييجي أكتر رجل ممكن يصاب بالضعف والوهن وعلى فكرة ما بيعرفش ما يبينش ورجال القمة كلها بتشترك معه في النقطة دي ما تعرفش ما تبينش ويغدع جدا حاله حال أخوه اللي زحمه على المركز الأولى رجل الأسهد بيغدع بالمزايا جدا جدا فهمة تتخيله عشان كده دايما أنصح أي أنسة لو اهتمت بنفسك أوي مع رجال القمة تكسابي تقوشي هو طبعهم كده اكتبوا اللي أراكم في الحلقة دي ولو عجبتكم دوسوا لايك شايروا خاصة أصدقان اللي على الفيسبوك توصل لبقية أصدقان اي حد بتشوفه فيديوهاتي عنده مفيش غير محمد أبو زيد يعني مفيش على الصفحة أو القناة اسم محمد أبو زيد دانس اللي زحمه على المركز الأولى رجل الأسهد بيغدع بالمزايا جدا جدا فهمة تتخيله عشان كده دايما أنصح أي أنسة لو اهتمت بنفسك أوي مع رجال القمة تكسابي تقوشي هو طبعهم كده اكتبوا اللي أراكم في الحلقة دي ولو عجبتكم دوسوا لايك شايروا خاصة أصدقان اللي على الفيسبوك توصل لبقية أصدقان اي حد بتشوفه فيديوهاتي عنده مفيش غير محمد أبو زيد يعني مفيش على الصفحة أو القناة اسم محمد أبو زيد دانس صاب يا جماعة اوعوا تصقوا فيه ياريت تعملوا إبلاغ أو تعملوله حظر أو على أقل تلغوا الاشتراك بحبكم جدا وعندنا موضوع مهم جدا صديقة لنا بتاخد رأيكم هترد بنفسها على قناتنا التانية عسل محمد وعيلته ياريت المنضمش للقناة دي هشترك محتاجين جدا رأيكم والانستجرام والفيسبوك وقنواتنا التانية كل ده اللي بيسأل ازاي تواصل معايا موجودين في وصف الفيديو أو لو انت على الفيسبوك انزل في التعليقات هتلاقيني سايب الرابط دي كلها على الأخمار من التعليقات التعليقات وق risk سايب الرابط دي كلها ولا تحكم في أقل بحب السور على الأخمار من التعليقات يد长 التعليقات ماذا تش互 Sabbath تعليقاتي شكرا